تعالوا بقى نروح ليه كابتن سامي ممصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللي قال إن مباراة أمبي كانت في غاية الأهمية خصوصاً بعد مباراة السوفر المصري وخصوصاً بعد تعرض الفريق لحالة من الضغط الكبير جداً ده كان له إلى جانب إن فريق أمبي من الفرق العنيدة زي ما كانت ناوان دي بتقول لحضراتكم من شوية ولكن الأهم إن الأهلي حقق هدفه وحسن تأهله لدور التمانية في بطولة كاسم مصر في توقيت مهم جداً قبل انطلاق الموسم الجديد وقبل بطولة دوري أبطال إفريقيا قال كمان إن كان هناك إصرار وعزيمة من كل اللاعبين من أجل الفوز على أمبي والتأهل في بطولة الكاس وبرضو نفس القصة قال تعرضنا لضغط عصبي كبير جداً خلال الفترة الأخيرة واعتذر للجماهير عن خسارة بطولة السوفر المصري عموماً تعالوا نشوف يعني جانب كده من كلام كابتن سامي أمصان ونرجع نكمل كلام زي ما أنتا قلت مهم جداً خصوصاً بعد الإخفاك الأخير دوات مباركة مهمة بالنسبة لنا جداً كان فيه ضغط عصبي كبير جداً على اللعيبة وعلينا لكن الحمد لله أعتقد شخصية لعيبتين هذه الحمد لله قوية وتقدر تتغلف على الموقف الصعب اللي بتحصل يعني النهاردة الحمد لله شوفت الحمد لله أعتقد أداء كويس وريتم كويس وتصميم اللي انت تكسب كان برضو الفرص اللي كانت بتضيع ديات يعني أكيد طبعاً كبات الكبار كلموا فيها الشد العصب جداً بيأثر طبيعة لأداء خصوصاً في الفنيشنج يعني فأعتقد الحمد لله برضو زي ما بقول وقرر مباركة مهمة جداً من نسبة لنا ومهمة جداً من نسبة لعيبة استرداد الثقة يعني للعيبة ولينا والجمهورنا دي الأهلي لنا طبعاً بعتزره طبعاً يعني لكن في الأول وآخر دكورة أنت أوقات كتيرة جداً بيبقى الحظ مش معاك يعني وأوقات كتيرة جداً ربنا بيدي لك وبيبقى فيه توفيق فالله أعلم ربنا يعني دي حاجات قدرية إحنا مردوش نعمل فيها يعني كان فيه تأثير طبيعي مننا ومن كأجهز ومننا كلعيبة ومن لعيبة لكن في الأول وآخر أنت مش هتقدر تاخد كل حاجة يعني لكن الأهم من اللي أنت ترجع تاني وتعدل مصارك تاني وتعدل تجاهك تاني وتكون عندك صرفه نفسك تاني وأعتقد الحمد لله اللي الليعيب النهاردة بشكورهم طبعاً ع الجهد اللي عاولوا دوات وضغوطه العصبية اللي هم بلعبوا تحتها وللنہم يحققوا مكسب مهوم جداً خصوار الفرق برضو عانيدة جداً ومدرب ساء عنده خبرات كبيرة جداً في الدوري فأعتقد الحمد لله